نرجع للصفرة وأنواحها وزي مهارتك بدأت تشرح لنا وإحنا معنا مجموعة من الصور الحقيقة ماشي نبدأ بالصور نبدأ بالصور بقى كده ونعلق على كل صور التهاب الكبد الأول عند حديث في الولادة تمام الصورة بعدها نقول إن إحنا الصفرة طبعاً دي اللي تكلمنا عليها دايماً بنقول إن الصفرة اللي بتحصل في حديث الولادة نتكلم إن هي 50% في الأطفال كامل النمو 60-70% في الأطفال ناقص النمو بيصابوا بالصفرة عشان دايرة الصفرة في الجسم غير مكتملة وما وصلتش للماتور أو إنها تبقى ناضيجة هي لسه ما وصلتش للكبد بالضبط وبعد كده لا أملاش عقب الكبد تماماً ده تكسر في الدم في منها صفرة في السيولوجية اللي قلنا 50% أو 70-80% من ناقص النمو وصفرة باثولوجية أو مرضية مرضية دي يعني مثلاً الأم فصيلة دمها أو أو ال-RH سلبية يبقى كده أنا بتكلم أن الطفل دوت عنده إيه هيحصل تكسر في الدم وعشان كده ده بنعمل أو يبقى لصيق أو متابعة لصيقة في أول 24 ساعة وأعمل التحليل ونشوف فكرة برضو إنه الصفرة جات خلاص ما هيك تخفي زي ما حدك قلت لا ميدة الكثير في نسبة من لو أنا قلت ميدة حالة صفرة فأنا عندي 80 هتخفي لوحدهم عشان كده اللي هيشرب مية ويخف الصفرة ولكن ده خفي من المية ده اللي هيتعرض لللمبانيون ده هخفي من اللمبانيون ده لو هو كده وكده أنا هيخف بالضبط لكن مين اللي هيقول ولذلك إحنا دايماً الصفرة دي جزئين مية إيه تتشرب لبيبي لا أنا بقول كسير لا لا هينفع يعني من بعد أسبوع من الولادة ممكن نشرب الطفل مية واللمن من الأم كله مية أصلاً لكنها قصدي المعنى إنه إيه أي حاجة هتعملها دربته ألمين مثلاً هذا الصفرة خفت من الألم الفكرة إنه هو كده فعلاً فيه 80% يخفه لكن هي الفكرة إن أنا عندي صفرة دي حاجتين أنا دايماً أريد أن أعمل تحليل صفرة في حاجة اسمها النسبة الكلية والنسبة المباشرة النسبة الكلية دي لأنه بيزها بالجهاز لحظة كنت قلت علي ممكن إيزها بالجهاز لكن لازم أعمل تحليل دم ليه؟ لأنه في حاجة اسمها النسبة المباشرة لو الطفل عنده مشكلة في القنوات المرارية تلاقي المباشرة دي عالية هل تعرف أنت حاجتك منين؟ لازم بالتحليل يبقى لازم بالتحليل يبقى على أقل مرة واحدة عايزة أقول حاجة على بيبي لوكا تفضل طبعا أهلا بك يا لوك عشان دي حاجة برضو إيه؟ حاجة للأمهات إن إحنا دايماً الصفرة اللي هو البيبي للمولود حديثي الولادة إحنا الطفل صفر نقولها بنسمعها تقريبية عشان الأم تبقى تخلي بالها لو الصفرة هنا بنتكلم في 8-9 ناحية الوجه لو هنا 11-12 هنا 14-15 هنا 17-18 لو شفناه في كعب الرجل ده عدى العشرين طب والعين العين تابعة الأورا اللي في الأول ده أخر حاجة بيروح منها بتباني أول حاجة يعني دي لو نسبة قليلة جداً من الصفرة هتلاقي العين السفرة وفي نقطة إنه النورمل أو الطبيعي أشوأ أولها تاني ولا خلاص؟ لا تمام بس الرقم الصفرة الطبيعي كام؟ أيوة رقم الصفرة الطبيعي عندنا إحنا فوق الواحد يبقى في صفرة حديثي نولادة سابعة تمام طب من واحد إحنا هتنين هنشوفها رقم اتنين تشوفيها في العين لو الصفرة إنسان عنده صفرة اتنين هتشوفيها في العين سبعة منتشافها من اتنين لسبعة في حديثي الولادة ده طبيعي لكن متشاف بالعين عشان كده ممكن الصفرة طوال شهر شهرين ثلاثة في لون والدكتور يقعد يطب مننا يقول لنا ده طبيعي ده طبيعي بس إحنا قلقانين لا مش المفروض نقلق خالص طب هل بقى فكرة التعرض للشمس ده صح مفيش علاج هو بقولها بفم المليان مفيش علاج للصفرة مفيش علاج للصفرة أنا أكلم كلام مواضح بطب مفيش علاج في البيت للصفرة للأطفال اللي ناقص النمو أو الكامل النمو خالص ولا حتى الصفرة لا البتولوجية ولا الفيسيروجية